تعليقاً على هذه الخضية ومداخلة الأستاذ محمد لا يحتاج الشعب الكويتي أنه يعتذر صراحة عن هذه الخضية هي بين شخص واحد للأسف الشديد فأحمر قلنا انتهينا منها نحظة تلفظ بكلام للأسف الشديد يردت حتى من داخلنا يا أبو زايد يعني هذه الكلمة لم تأتي من فرق نحن وللأسف الشديد أول من صدر هذه الكلمة كلمة بقايا حجاج أو هذا الكلام حقيقة موجودة وبقوة في منتذاياتنا الرياضية وموجودة بشكل كبير في مجتمعنا وفي أوساطنا فالكلمة بحد ذاتها يا أبو زايد هي ما هي مسيئة أنا ربما أكون أحداً معرضين لهذه الكلمة هي ما هي مسيئة أليس جميلاً أن يكون جدك أو جد جدك أو أتى من قرن أو قرنين لا أبو عمر أنا أخلينا أكمل كلمتي فهي القضية يا أبو زايد الكلمة نفسها ليست مسيئة أنت لا يسيئك أن تكون من بقايا الحجاج هذه ليست إساءة على الإطلاق الإساءة في استخدام هذه المفردة خلينا أكمل بغرض تنقيص المواطنة لديك هذه الإشكالية الحقيقية يا أبو زايد ما هي قضية أن تكون من بقايا الحجاج لكن القضية أن يراد بك أن تكون درجة ثانية أو درجة ثالثة ترجمة نانسي قنقر